مشاهدين أهلا بكم نشوفوا الوضعية الجوية غدو إن شاء الله مع الفجر نسبة الرطوبة تقدر تكون عالية على كل المناطق الساحلية حتى بالنسبة للمرتفعات قرب السواحل تخلي الضباب يتمركز على كل السواحل الجزائرية ليخرجوا غدو إن شاء الله خاصة مع الفجر ولليخرجوا صباح بكري الحذر لأنه الضباب يقدر يخلي رؤية ضعيفة أقل من 100 متر لكن سرعانا ما هي تلاشى خاصة مع طلوع الشمس إذن نحن نتظر غدو إن شاء الله مع الصبح أجواء مستقرة على كل المناطق الشمالية الداخلية الهضاب العليا الشمال الصحراء الصحراء الوسطى كل المدن الجنوبية الغربية حتى بنسبة لمنطقة عينة ميناس لكن تعبر بعض السحب من النوع العالي والمتوسط على تمن راسية جانات وأقصى الجنوب الجزائري خلال نهار الغد بحولي له ستبقى الأجواء مستقرة رابعية تقص جميل مش ميسمية استقريبا كل أرجاء الوطن بطبيعة الحال تعبر بعض السحب الخفيفة جدا على المناطق الشمالية نلقوها أيضا على كل المناطق الصحراوية الوسطى تقدر تكون أكثر كثافة على مرتفعة الهوغار والتاسلي وأقصى الجنوب الجزائري لكنها شرح تكون بدون فعالية وشم صفردة نفسها على عينة ميناس صحراء تنزروفت الجنوب الغربي بما فيه بشار بن عباس تاب البالا حتى منطقة تيندوف وإضا على شمال الصحراء ومنطقة الواحات نلاحظو تطير بعض الرمال على المناطق الصحراوية الوسطى على كل حالية زوابع رملية موسمية تكون جائلة رياح من معتدلة إلى قوية محلية درجات الحرارة غدوة إن شاء الله مع الفجر تقص بارد من جهة تبسى الجلفة لغواط باتنا خنشلة باريكا حتى نعام عين صفرة مشرية ماقي سبين أربعة إلى خمس درجات فقط محلية من جهة سطيف تقدر تنخفض حتى درجتين ستة من جهة قسنطينة ميلا وسوق هراس عشرة من جهة غليزان مع أسكار وسيدي بالعباس بجاية جيجيل عن نبا سكيك دا والقالة حتى على تامنراست وجانت 9 درجات على العاصمة ووهران من 12 إلى 13 درجة على الأطلس الصحراوي 15 درجة على بني عباس وتيندوف 17 على المناطق الصحراوية الوسطى و22 درجة على برج باجي مختار نحو أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى غدوة إن شاء الله تبقى مستقرة يعني 23 درجة كما نهار اليوم على كل المدن الساحلية نبدوها من أقصى الشمال الشرق على القالة مرورا بكل المناطق الصحلية الشرقية سكيك دا عن نبا جيجيل بجاية جزائر العاصمة نحو السواحي الغربية وهران مستغنم وبالنصف نفس المقياس القاوة على بريان وزلفانة بمنطقات غردايا 24 على كل المدن الداخلية غليزان مع أسكر سيدي بالعباس مدن داخلية الغربية غليزان مع أسكر سيدي بالعباس شلف تقدر ترتفع حتى إلى 27 درجة من جهة المدية قد توصل أيضا حتى إلى 26 درجة 21 على قسنطينا ميلا سوق هراس وأم البواقي على البويرا وتزيوزوا ماقيسها 22 إلى 23 درجة 21 أيضا على الخيتر وحدها بنسبة للبيض 20 من جهة سطيف تبسى الجلفة باتنا والغواط 28 درجة على المناطق الصحراوية الوسطى على مرتواق على عين الحجاج عين صلاح تيميمون تين ركوك وحتى على رجان نحو نطلع من جهة بن عباس نحو أقصى الجنوب الغربي غرج بيلة وحسن مونير بمنطقة تين دوف 24 إلى 28 25 على جانات 26 درجة على عنا ميناس و33 درجة كأعنام القياس على كل حال محليا حتى إلى 34 درجة على أقصى الجنوب تين زواطين تيميا وين عين نحو برج باجي بختار الملحة والصيد البحري غدوش الله البحر سيكون جميل هادئ مستقر على طول الساحل الجزائري سرعة الرياح على كل حال معدل سرعة الرياح ستروح ما بين 15 حتى 25 كيلومتر في ساعة خاصة من جهة السواحل الغربية ومن دلس حتى للقالة طبعا موان بكل شواطئ الشرق الجزائري إذن ختم هذه النشرة الجميلة بهذا المناظر الجميلة جدا تعد تدرارت شوف يعني ديك الصخور مع رميلة إذن تدرارت على كل حال هي منطقة سياحية يجوها من كل أنحاء العالم خاصة باش يشوفوا غروب الشمس إذن بهذا الصور الجميلة في منطقة تدرارت بمرتفعات التاسيلي بإليزي شروق غروب الشمس على جزائي العاصمة وضوحية إن شاء الله السبت 14 نوفمبر 2015 شروق على 27 دقيقة الغروب على 45 دقيقة بحول الله ودائما المشاهدين نذكركم بالمواقع الإلكترونية صفحة الفيسبوك والشروق أونلاين طبعا تلقوا فيها المزيد من الاستفسارات حول الوضعية الجوية شكرا لكم على طيبة المتابعة وأمس يا طيبة شكرا لكم على صفحة الفيسبوك